بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في قناة كيف وازاي? لا اول مرة تشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان لو يصلكوا كل فيديوهاتنا جديدة ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عينة بلايك وشير. النهار ده هنتعلم ازاي نعمل الصورة مفرغة او صورة بامتداد بي ان جي. الصورة مفرغة ميزتها انها ممكن تحطها على اي فيديوهاتك بكون على ما مميزة ليها. الصورة العادية لما بنيجي نحطها على فيديوهاتنا بيبقى تكون خلفيتها سودة او بيضة او اي لون. لما نحطها على الفيديوهات بتبقى الجزء اللي ورا الصورة بيبقى غير مرئي او محجوب. مش بيبنشوف اللي وراها. ودي ممكن تكون حاجة مش تضيفها لبعض الناس. يلا بينا نبدأ ونعرف الطريقة اللي هنعمل بيها صورة مفرغة او صورة بتدادها بي ان جي. اول حاجة هنفتح جوجل بلاي. هنكتب. هنقول هنستخدم التطبيق اسمه باكراوند اريزر. هنكتب في سيرش باكراوند اريزر. التطبيق هيظهر بالصورة اللي قدامنا دي. وسنمثبته قبل كده فهي تطلع علي خيار اوبين او فتح. لو انت مش مثبته قبل كده ممكن تعمل تثبيت او انستول. وهنستنى لحد ما البرنامج ينزل على الموبايل اللي عندك. وبعد التطبيق اللي عندك. وبعدين نفتحه. نفتح التطبيق مع بعض. هنطلع هنا الوجه اللي قدامنا دي. هنضغط على لود الفوتو. هجيب هنا الصورة اللي موجودة على الموبايل. هنختار صورة. هنختار الصورة دي. هيفتح في التطبيق. ممكن نعمل كروب للصورة. نصغرها. بالمنظر ده. نضغطان. عمنا دلوقتي خيارين. خيار منول او خيار او خيار اوتو. المنول هيبقى صعب شوية بالنسبة لنا. ان احنا لان احنا ممكن نبغض الصورة و احنا بنحدد ونعمل. لو جاء اضغطنا كده او كده او كده. و جدا مثلا عملنا حدد ممكن نشيل حتة من الصورة. ده مش حاجة مظبوطة. الاوتو يبقى اسهل شوية. متبقى ضغط خفيفة على المكان اللي انت عايزت تشيل منه الخلفية. وبعدين الخلفية بتمشي عطول. هنضغط على السهم اللي بيرجع الورده. عشان نرجع بالحاجات اللي احنا عملناها. هنزل تحت نختار خيار اوتو. وبعدين هنيجي بالعلامة دي. ونسيبها. هزهر لي الخلفية بالمنظر ده. في بعض الحاجات متعملتش. هنثبت عليها كده. ونتضغط تمشي. وهكذا تانية. نفس الكلام. وبعدين هنختار done. كده بقى ده منظر الصورة اللي احنا اخترناها. والخلفية اللي وراها بيت مربعات. كده الخلفية تشالت. في تحت بال ودرجة الفلترة. درجة الفلترة بالنسبة لنا عشان لو في اي حاجات صغيرة مش موجودة. نعملها. انت بتختار درجة الفلترة اللي انت عايزها. ممكن اثنين تلاتة اربعة خمسة على حسب الصورة اللي معاك. وبالنسبة للصورة دي انسى درجة الفلترة لها واحد. بعد ما نتخلص هنعمل save. بعدين جيدة ونعمل finish. هروح بقى ونشوف الصورة. اللي احنا عملناها. الصورة اللي احنا عملناها. بتظهر اللي بالمنظر ده. بيكون الخلفية ها سودة. كده بحنا شلنا الخلفية بتاعتها. وكده بحنا بصغل بي اين جي. ممكن نقدر نحطها كلوجو او خلفية زي ما احنا عايزين. في اي فيديو. او اي صورة او اي حاجة. كده خلصنا النهاردة الفيديو. ياريت الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك او شير والاشتراك في القناة. وتفعيل الجرس ليصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.